السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا المماثلة في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله حيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح كذلك أحضر أغراضي التي أحتاجها في مادة التربية الفنية كراستي، أقلامي الرصاص، مساحة والبراية والألوان أيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي والمعلمة حتى أفهم الدرس وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه جيدا كذلك لدينا إرشادات، ولكن في مادة التربية الفنية ما هي؟ أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ أحسنتم، ألجأوا للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة، قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت هدايا بالألوان، أغسلها جيدا بالماء والصابون لتعود نظيفة أيضا أحافظ على نظافة ملابسي، لا ألطيخها بالألوان كذلك أحافظ على نظافة المكان الذي أعمل به إذن أين أضع النفايات؟ وأين أضع قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها؟ رائع، أضعها في سلة المهملات هكذا أحافظ على نظافة المكان الذي أعمل به درسنا هو كما أخبرتكم، المماثلة بالتأكيد لدينا هدف عام وهو أن يعرف الطالب والطالبة مفهوم المماثلة بالتكرار كذلك لدينا أهداف خاصة أولا أن يستخرج الطالب والطالبة الألوان الثانوية ثانيا أن يسمي الطالب والطالبة الألوان الثانوية ثالثا أن يرسم الطالب والطالبة باستخدام الاستنسل ورابعا أن يلون الطالب والطالبة تشكيلات لونية متماثلة خامسا أن يلون الطالب والطالبة باتجاه واحد دعونا نراجع ما أخذناه في الدروسة الماضية تكلمنا في الدروسة الماضية عن الألوان الثانوية ما هي الألوان الثانوية ولماذا سميت ألوان ثانوية قلنا في دروسنا الماضية أن الألوان الثانوية سميت بذلك هي عندما نخلط ونمزج الألوان الأساسية نحصل على ألوان أخرى تسمى بالألوان الثانوية كيف ذلك؟ هيا نرى أول لون تكلمنا في الدروس الماضية عن اللون البنفسجي كما ترون زهرة بنفسجية كيف حصلنا على اللون البنفسجي؟ هو لون ثانوي إذن نحن قمنا بمزج ألوان أساسية حتى نحصل على هذا اللون ما هي الألوان التي مزجناها مع بعضها؟ هيا نتذكر قمنا بمزج اللون الأزرق وهو لون أساسي مع اللون الأحمر وهو لون أساسي آخر فحصلنا على اللون البنفسجي وهو لون ثانوي إذن بنفسجي هيا أنطقوه بنفسجي رائع كان هذا اللون الثانوي الأول أيضا تكلمنا في الدروس الماضية عن اللون البرتقالي وقلنا هو لون ثانوي كيف حصلنا عليه إذن؟ رائع قمنا بدمج ومزج ألوان أساسية ما هي؟ هيا نتذكر كان اللون الأحمر مع اللون الأصفر فحصلنا على اللون البرتقالي أحمر لون أساسي وأصفر لون أساسي آخر قمنا بدمجهم مع بعضهم مزجناهم فحصلنا على اللون البرتقالي وهو ثانوي هيا أنطقوه ببرتقالي رائع جدا لون ثانوي ثالث ما هو؟ رائع الأخضر كيف حصلنا عليه إذن؟ أحسنتم قمنا بمزج ودمج ألوان أساسية دعونا نتذكرها كان اللون الأزرق مع اللون الأصفر قمنا بدمجهم ومزجهم مع بعضهم فحصلنا على اللون الثانوي الأخضر هيا أنطقوه أخضر أحسنتم هذا ما فعلناه في الدروس الماضية أيضا تكلمنا عن الرسم باستخدام الاستنسل والتلوين بالألوان الخشبية والشمعية والفلوماستر ما هو الاستنسل؟ دعونا نتذكر هو قطع رقيقة من البلاستيك أو الأوراق محفور فيها رسومات مختلفة وأشكال متعددة حروف وأرقام نجوم كذلك فراشات أزهار أشكال مختلفة قمنا بالرسم بواسطة الاستنسل رسمنا معينات مختلفة رسمنا خلية نحل شكل سداسي كررنا كررنا الرسمة حتى أصبحت كخلية النحل أزهار مختلفة أيضا كررناها كذلك قمنا بالتلوين بواسطة الألوان الشمعية تكلمنا على طريقة التلوين والألوان الخشبية اخترنا ألوان وكررناها بطريقة غير مرتبة أيضا لوننا بالألوان الفلوماستر هذا ما أخذناه في الدروس الماضية ماذا لدينا اليوم؟ هيا نعود لشاشتنا لدي نشاط هيا نقرأ النشاط حتى نستطيع حله أرسم أشكالا متكررة باستخدام الاستنسل ثم لونها بالألوان الثانوية هيا نرسم ونلون لدي كراسة البيضاء ولدي بالتأكيد أحتاج إلى قلمي الرصاص ومساحتي أيضا بجواري أحتاج الاستنسل سوف أقوم برسم أشكال متكررة سوف أستخدم وأقوم برسم نجوم سأختار النجمة الكبيرة وأرسمها بشكل متكرر قمت بتحديد كراستي حددت كراستي بقلمي الرصاص وباستخدام المصطرة هيا نبدأ الرسم أثبت الاستنسل في بداية الكراسة وبداية الخط الأسود الذي وضعته ورسمته بالمصطرة أحضر قلمي الرصاص وأبدأ بالرسم أثبت الاستنسل جيدا أبدأ بالرسم داخل الاستنسل أنا أرسم نجمة بواسطة ماذا؟ بواسطة الاستنسل كما ترون رسمت أول نجمة أكررها بطريقة بنفس الطريقة هذه نجمة أضعها بجوار النجمة التي رسمتها السابقة أيضا أكرر الرسم اختاروا الأشكال التي تريدون نجوم أزهار وكرروها أشكال هندسية تستطيعون تكرارها بهذا حتى أصل إلى النهاية بهذه الطريقة أنتقل مرة أخرى بهذه الطريقة نجمة يليها نجمة أخرى حتى أصل إلى نهاية الورقة التي قمت بتحديدها إذا أخطأت أقوم أستخدم المساعة لا مانع من أن أخطئ رسمكم جميل دائما هكذا أكرر الرسمة عدة مرات كم نجمة رسمت هيا عدوها معي واحد اثنان ثلاثة أربعة هيا نكمل في الأسفل أكمل النجوم بواسطة ماذا استخدمت أحسنتم استخدمتوا الاستنسل نجمة أخرى حتى أصل إلى النهاية بعد ذلك عندما أصل إلى النهاية سوف أحصل على هذا الشكل نجوم متكررة قمت برسمها بواسطة الاستنسل الآن أقوم بتلوينها ولكن بأي ألوان بالألوان الثانوية إذن أحتاج إلى اللون البنفسجي هو لون ثانوي والبرتقالي هو لون ثانوي والأخضر هو لون ثانوي ابدأوا بالتلوين أعزائي الطلاب والطالبات كرروا الألوان أخضر بنفسجي برتقالي حتى تصلوا إلى النهاية كما ترون أعزائي الطلاب والطالبات نستطيع أن نلون أخضر فاتح أو أخضر غامق برتقالي استخدمت الألوان الشمعية تستطيعون استخدام ألوان الخشبية ألوان الفلوماستر أي نوع ألوان تستطيعون أن تستخدمون إذا أخطأت أستطيع أن أستخدم المساحة ألون داخل النجمة لا ألون خارجها وإذا أخطأت كما أخبرتكم أستطيع أن أستخدم المساحة وأمسح وأمسح الخطوط التي خرجت بها خارج النجمة حتى أصل إلى النهاية كما ترون ألون المساحة البيضاء إذن بأي ألوان استخدمنا الألوان الثانوية هكذا ألون رسمتي حتى أصل إلى النهاية باستخدام الألوان الثانوية بنفسجي برتقالي أخضر بنفسجي برتقالي أخضر وأكررها هذا ما فعلناه اليوم وقمنا بحل النشاط هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا؟ لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة حادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على الجلوس الصحيح للطالب والطالبة مساعدتهم على حل الأنشطة والتمارين تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة